نقلت وكالة ريترز عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن إسرائيل لن توافق على أي وقف للقتال في غزة ما لم يكن ضمن الاتفاق يشمل عودة المحتجزين وكانت حركة حماسة قد أعلنت في بيان استعدادها لإبرامي اتفاق يتضمن تبدل المحتجزين الإسرائيين بأسرى فلسطينيين شريطة وقف إسرائيل عضوانها على القطع آمال ملبدة بالغيوم توحيط بمصار التفاوض بين حماس وإسرائيل في وقت أصبح فيه الطرفان يغردان بجزر منعزلة بشأن النقاط الخلافية فبينما تتحدث المصادر المختلفة عن محاولات لسد ثغرات الخلاف والتوصل لصيغة توافقية توقف نزيف الدم الفلسطينية أعلنت حركة حماس في بيان لها أنها أبلغت الوسطاء موقفها الواضح من العودة للمفاوضات مشترطة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة حماس أوضحت أن موقفها جاء نتيجة ممارسات الاحتلال الأخيرة ضد الشعب الفلسطينية متهمة إياه باستخدام هذه المفاوضات قغيطاء لاستمرار العدوان والمجازر ومشيرة في هذا الصدد إلى أن إسرائيل ردت على موقفها الإيجابي الأخير بشأن مقترح الهدنة باكتياح مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على المعبر من الجانب الفلسطيني يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وسائل إعلام إسرائيلية ودولية أن إسرائيل سلمت مقترحا محدثا إلى الوسطاء المنخرطين في المفاوضات يتضمن مبادئ عامة من بينها الاستعداد للتحلي بالمرونة وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين لدى حماس وأوضح موقع أكسيوز الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن الاقتراح المحدث يتضمن المرونة فيما يتعلق بعدد المحتجزين الأحياء الذين سيتم إطلاق صراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق بالإضافة إلى الاستعداد لمناقشة مطلب حماس بالهدوء المستدام في قطاع غزة وذلك دون الحديث صراحة عن نية لوقف نهائي للعدوان إلى ذلك يتوالى الحديث عن المفاوضات وبنودها ويبقى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو مفتاح أي حديث جاد بعيدا عن تفاصيله ويبقى الدم الفلسطيني أسمى من أية شروط ترجمة نانسي قنقر